التأليف في استراحة وسط انعدام المبادرات وتمسك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحكومة جامعة مستبعداً بالتالي خيار حكومة الأكثرية الذي ألمح إليه رئيس الجمهورية ميشيل عون قبيل عودته لبيروت من نيويورك انعدام الثقل اللبناني بفعل تعثر تشكيل الحكومة وتفاقم الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية يوازيه خطورة حملات التهديد والتهويل المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله وفي منطقة تتوافر فيها كل عناصر التصادم تتزايد المخاوف من زج الورقة اللبنانية في التجاذبات الدولية والإقليمية وآخر ذلك تجلى في التحذيرات الروسية لإسرائيل من مخاطر استهداف مواقع حزب الله قرب مطار بيروت كل ذلك يتزامن مع انطلاق الضغط الأمريكي على حزب الله وإيران ودخول العقوبات المشددة حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الأول المقبل وسط تراخ رسمي لبناني إذن أقفل الأسبوع على ثلاث ثلاثات في مشهد الحكومة المتعثر لا أكثرية تدعم حكومة الأكثرية التي لمح إليها رئيس الجمهورية ولا مؤشرات إلى اجتماع في خلال الأيام القليلة المقبلة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المكلف سعد الحريري ولا الصحة للأنباء عن تراجع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي عن ما طالبهما ورفضهما أن تأتي التسوية الحكومية على حسابهما ومستعينا على حوائج التأليف بالكتمان يواصل الرئيس المكلف مشاوراته واتصالاته بعيدا عن الأضواء وما سربته معلومات الصحف قبل أيام حول تعقيدات العقدة المسيحية أكده علنا النائب سامي فتفت الذي أشار إلى أن التيار الحر رفض صيغة الأربع وزارات للقوات وطلب من الرئيس المكلف أن يبدأ الحوار معهم من صيغة ثلاث وزارات وفيما يشبه وضع النقاط على حروف التعطيل وضع فتفت مسئولية حل المشكلة المسيحية بيد رئيس الجمهورية والمشكلة الدرزية بيد الوزير جبران بسيل داعيا التيار للتنازل بما أنه الأقوى من أجل تسيير الحكومة وسط هذه الأجواء نفت دار الفتوى ما ينشر عن دعوتها لاجتماع طارئ وسريع وذلك للرد على طرح حكومة الأكثرية مؤكدة أن ما يتم تداول في هذا الإطار عار عن الصحة جملة وتفصيلا مشددة على أن كل خبر يتعلق بدار الفتوى يصدر عبر مكتبها الإعلامي حصرا وفي الوقت الضاء حكوميا تكبر المحاذير الاقتصادية التي تتطلب تشكيل حكومة اختصاصيين مع خطة اقتصادية واضحة كما فندها رئيس الكتائب كخريطة طريق لبناء لبنان الغد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سارج داغر وفي حديث لبرنامج كواليس الأحد من صلط لبنان أشار إلى أن رئيس الكتائب طرح تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين نظرا للأوضاع الخطرة التي توحيط بالبلاد وأكد أن حزب الكتائب ومن خلال الرؤية الواضحة التي قدمها للخروج من الأزمة الاقتصادية وضع نفسه أمام مهمة إنقاذ البلد عطع تقريبا خمس تشهد بعد ما شكلوا حكومة ونحن أصلا على شفير الإفلاث وعلى شفير سقوط الإيدة وعلى شفير سقوط القطاع المصرفة وتهديدات إسرائيلية يعني ما بقدر إفهم أنه عن جد فعلا خي حدا ويعي حدا مسؤول عن بلد ممكن يشوف هاد الحالة وما يشكل لو بل تسمع التبريلات هذا بيقول لك لأنه أنا بتلعلي وزير أكتر هادك بيقول له أنا بدي هاد الحقيبة هادك بتخنقوا عمركز فخري لنا بقيس حكومة مناك اليوم حزب الكتائب طرح تكون في حكومة إنقاذ ما بنترك البلد يهترق جيبوا حكومة اختصاصيين تكون مدعومة من كل القوى السيسي تجي لمهمة محددة ما بقيت القصة أستنعطي معنويات للناس أو لأ بشوف أنا أوقات يوم بعض الاقتصاديين وحتى يمكننا مصرف لبنان وغيره وغيره بيطلعوا بيعطوا للناس قدر مخدرة حتى اللي عم بقولوها ما بعرف قديش مقتنعين فيها يوم الوضع على شفير الخطر الكبير ما بق يحمل البلد مش ما بق يحمل سنوات ما بق يحمل أشهر في لبنان يمكن بلد الوحيد بالعالم ما عنده سياسة اقتصادية نحن عنا سياسة نقضية لأن حتى وقت منقول مصرف لبنان مهدد ليرة هذه السياسة نقضية يعني محافظة على سعر الصرف هذه السياسة نقضية سياسة اقتصادية من عند حتى الوزير السابق زياد بارود شدد في حديثا للبرنامج نفسه على ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي وأشار إلى أن هناك ربما مصلحة مشتركة بعدم تشكيل الحكومة لتمرير أمور ما كانت لتمر بوجود حكومة لافتان لأننا بتنا نفتش عن دولة الضرورة خطورة عدم تشكيل الحكومة بموازاتها تحديات هيلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخليني بلش وقول حكومة من لون واحد عاجزة عن أنه تكون فعلاً عم بتواجه كل اللي جاي حكومة الوحدة الوطنية على علاتها في عندها الكل على طولة مجلس الوزراء تحملوا المسؤولية يعني القانون حزب الله بالكونغرس الأمريكي يعني هذا تحدي إضافي كمان لأنه رايحين على عقوبات أيضاً قطة طال ليس فقط حزب الله وإنما ربما المصارف اللبنانية يعني ربما كان هناك نوع من المصلحة المشتركة بأنه ما يكون في حكومة لأنه منقدر نمرئ كتير أمور لا تمر إذا كان في حكومة معالي الوزير يعني كل التشكيلات الحكومية لحظت كل الأفريقاء تقريباً ما عادة الكتائب اللبنانية ولا مرس معنا اسم حداً وهذا خطأ إذا الكتائب اللبنانية مكون من المكونات السياسية يجب أن يكون حاضر في تشكيلات تشمل الجميع المبادرات الإنقاذية أمر يجب توقف عنده بعتقد اللي قاله الشيخ سامي كان هلقدة من الوجع أنه عم يطرح وحدة من الحلول والحزب الكتائب برأيه أنه مفيدة مبادرة إنقاذية حوارية وبمعزل عن مكسب سياسي فوري في مكسب وطني لازم نفتش عليه لأنه إذا عملنا مكاسب وطنية رايحين على خسائر وطنية رايحين على انهيارات لن توفر أحد قوى الإنتاج التي هددت بالتصعيد واستخدام الشارع إذا لم تتشكل الحكومة يبدو أنها ماضية في تنفيذ تهديدها رانا ريشا صرخة قوى الإنتاج رفضا للتأخير في تشكيل الحكومة ولحماية أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية أسفرت عن جولة من الاتصالات والمفاوضات بين إركان السلطة في مسعى لتنشيط الأجواء الإيجابية حول تشكيل الحكومة إلا أن هذه الأجواء ما لبست أن تضاءلت بحسب حديث رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لصوتي لبنان هذا الأسبوع رح بيكون لنا كمان اتصالات وجملة اجتماعات كقوى الإنتاج طبعا كل واحد عم يعمل اتصالات مع فرقاء معينين ونتأمل نحن أنه هالأسبوع يكون حاسم وإلا نحن رايحين باتجاه تصعيد إنما أنا ضمن قوى الإنتاج وعم نتحاور حتى نصل إلى نتيجة موحدة لأنه التحرك بالتعرفي ليس بسهل خاصة بقطاعات معينة والتحرك سيؤدي بنظر بعض الفرقاء إلى خسائر اقتصادية كمان إنما إذا التحرك قيس بالخسائر اللي عم نتعرض لنا نحن من جراء عدم تقليد حكومة تطلع الخسائر ضئيلة جدا أمام ترك الشعب اللبناني أمام هالواقع الأليم وأمام اللامبالات هل يجوز ببلد يعاني هذه الأزمة الاقتصادية الخامعة يبقى خمسة شهر بلد حكومة الأسمر أكد أن جزءا من قوى الإنتاج والهيئات الاقتصادية لا يزال متواطئا مع الدولة في ملفات فساد خاصة في مواضيع التهرب الضريبي من قبل بعض المتمويلين لكن التعويل يبقى على الجزء النظيف من الهيئات الاقتصادية وقوى الإنتاج التي تعمل بعيدا عن منطق المحاصصة والفساد راناري شعيد صوت لبنان الوزير جبران بسيل أكد على خيار البناء مهما كثر عدد المعرقلين الذين لن يثنون عن عملنا كما قال وأضاف في خلال تدشين الجزء المرمم حديثا من قلعة سمارش بيل لا يعتقدن أحد أن لا عرقيل أمامنا فهناك معرقلون على صعيد ملفات البلد من النفط والكهرباء والحكومة وكلما أردنا البناء أراد هؤلاء التخريب والتدمير على حد تعبير بسيل النائب بلال عبدالله انتقد التلويحة بحكومة أكثرية وقال فليجربوا أن يحكموا البلد إذا كانوا قادرين من دون مشاركة بقية الأطراف والمكونات والقوى السياسية ورعى أنه يخطئ من يعتقد أنه بلي الأذرع لبعض القوى السياسية يمكن أن يحصد أكثر مما حصده في الانتخابات النيابية فالطائف موجود أما الأعراف التي يحاولون إيجادها من هنا وهناك فلن تمر وإذا اعتبر أن المطلوب إبعاد بعض القوى السياسية رافضا أن يكون الرئيس المكلف مكبلا أو رفض أن يكون الرئيس المكلف مكبلا في حركته السياسية الوزير حسين الحشحصن اعتبر أن عقدة التشكيل تكمن في أن هناك قوى السياسية ما زالت تسعى لتجاوز نتائج الانتخابات التي أفرزت موازين قوى سياسية مغايرة لما كانت عليه في السابق وأثنى الحشحصن على مواقف رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة وفي عدد من المقابلات الإعلامية قال الحشحصن من بعلبك أن هذه المواقف تحمي لبنان في وجه كل تهديدات وعلى كل المستويات رئيس لقاء الاعتدال المدني أناء بالسابق مصباح الأحدب انتقد دفاع رئيس الجمهورية عن حزب الله في نيويورك مؤكدا أن الكلام عن تسليم لبنان لإيران خطير وسيؤدي إلى انهيار البلد أي بلد سنبني وفخامة الرئيس يخاطب العالم مغطيا حزب الله الذي يأخذ البلد رهينة لمصحة إيران رئيس البلاد يجب أن يوحد لا أن يفرق رئيس البلاد يجب أن يؤمن الغطاء للجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الرسمية ويجب أن يدعمها لتصبح لنا دولة قوية خاصة في بلد منقسم كلبنان فكيف لرئيس دولة أن يغطي سلاحا غير شرعيا ثلثي الوطن ضده هذا الكلام بمثابة أعلان عن وضع لبنان بيد إيران في المواجهات القائمة في المنطقة علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الكتاب الذي أرسلته منظمة ويتسا إلى الوزير وزير الخارجية مايك بومبيو وأبدت قلقها العميق من التقارير عن اللبناني نزار زكا المعتقل بطريقة غير عادلة في طهران منذ أيلول 2015 معربة عن ضرورة إطلاق سرحه تصل وزيرة الخارجية النمسوية إلى لبنان غدا في زيارة رسمية تجتمع في خلالها مع المسؤولين اللبنانيين وكانت وزيرة خارجية النمسا قد افتتحت خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقطع باللغة العربية أدلة تتهم الأسد بجرائم إبادة بعد الفاصل الحمد لله على السلامة أهلا وسهلا فضاعنا إحنا اللبنانيين الأرز بدمنا بشرفك شوفي ما أحليهم نشيدنا شو بقول مجده أرزه شفتي هالأرزة وحياتك جيب بأس بلاها تضيع بالطرقات إذا برجع لك على سجارة العيلة نصهم بيطلع اسمهم أرز ونصتين اسمهم أرزة عمو أنت زرع عشي مرة لهالأرزة أرزتنا أحلى مزروعة صرنا زرعين أكتر من 300 ألف شجرة بكل لبنان وإنتوا كمان فيكم تتبانوا أرزة على adoptacedar.org مع جزور لبنان نفت مصادر في المعارضة السورية انسحاب فيلق الشام من مواقعه العسكرية في ريفي حلب الغربي والجنوبي وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن أول جماعة مسلحة بدأت سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح غرب سوريا وأعلن تنظيم جيش العزة في المقابل رفضه بنود الاتفاق الثنائي الروسي التركي في أن تكون المنطقة العازلة فقط من جانب الفصائل المسلحة وطالب بأن تكون المنطقة مناصفة أي أن تشمل أيضا مناطق تحت سيطرة قوات النظام ويتضمن اتفاق إدلب تسليم كافة الفصائل الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول العاشر من تشرين الأول على أن تنسح بالتنظيمات المتطرفة تماما من تلك المنطقة بحلول الخامس عشر منه يعقب انسحابها انتشار قوات تركية وشرطة عسكرية روسية إلى ذلك كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أدلة تدين رئيس السوري بشار الأسد وقادة نظامه بقتل وتعذيب الخصوم والمعارضين على مدار سبع سنوات وأشارت إلى وجود صندوق كارتونية في قبو في إحدى المدن الأوروبية تراقبه الكاميرات على مدار الساعة وتضمنح مليون وثيقة مهربة من داخل سوريا لجلسات عالية السرية تفصل التعذيب الممنهج وعمليات القتل وتحمل معظم الوثائق شعار النظام السوري وتحمل أخرى توقيع رئيس بشار الأسد نفسه فيما تصفه صحيفة أكبر مخبأ للوثائق لحرب لا تزال مشتعلة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولا صحة لما تم تدوله في وسائل الإعلام الحوثية حول مطار دبي الدولي وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيات الحوثي قد قالت أن طائرة مسيرة من طراز صماد ثلاثة شنت هجوما على المطار في دبي من دون تقديم أي أدلة على مزاعمها في الموازات وصلت إيران حملتها على السعودية وأعلنت الخارجية الإيرانية أن السعودية هي أكبر داعم وراع للإرهاب وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اللاجذور للإرهاب الذي يطقى على العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص سوى السعودية التي تموله وتروج له وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد لفت إلى سعي إيران لتقويد المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدولي وقال أن إيران لم تتوقف يوما عن العبث في المنطقة ودعم الإرهاب وتطوير الأسلحة أكد وزير الداخلية الأمريكي أن بلاده قادرة على فرض حصار بحري على روسيا في حالة أضرورة لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط خصوصا وأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز وأوضح أن روسيا تمارس سياسة نشطة في الشرق الأوسط في محاولة للسيطرة على إدارة تجارة النفط والغاز في تلك المنطقة كما تفعل في شرق أوروبا ارتفع عدد ضحايا زلزال وتسونامي أندونيسيا إلى 832 شخصا بينهم 420 قتيلا وسط توقعات بمزيد من ارتفاع هذه الحصيلة في ظل استمرار عمليات البحث عن المفقودين وفي اليونان ضربت عصفة قوية حيث تسببت أرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة بعد أن غمرت المياه نتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع حوالي 10 درجات مئوية هذا الأسبوع وبلغت سرعة الرياح 100 كم في الساعة في مناطق عديدة لبنان ثانيا في النفوذ النسائي الاقتصادي بعد الفاصل السنة أيلول طرفه بالعروضات مبلول عند لشركة كيلو بفتيك بس بـ 8950 ليرة تصدرت نساء مصريات ولبنانيات وإماراتيات قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكثر السيدات نفوذا في المنطقة وذلك من حيث عددهن في المناصب القيادية في كبرى الشركات الخاصة والحكومية ولسيما في قطاعات المال والأعمال والمصارف وجاءت مصر في المرتبة الأولى بـ 18 امرأة تلاها لبنان بـ 13 امرأة ثم الإمارات العربية بـ 11 امرأة والآن إلى نشرة الأحوال الجوية الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات تتساقط أنطار متفرقة ومن المتوقع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كان في النشرة التأليف يستريح ولا مبادرات والأزمات تتضخم ومعها المخاوث من انفجار حتمي داغر لإذاعتنا الكتائب أمام مهمة إنقاذية عطع تقريباً خمس تشهد ما شكلوا حكومة ونحن على شفير الإفلال دار الفتوى لا صحة لاجتماع طارق للرد على حكومة الأكثرية تضارب المعلومات حول انسحاب فيلق الشام من الشمال السوري والإمارات تنفيذ تهداف الحوثيين مطار دبي النشرة انتهت شكراً للمتابعة